الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي ألولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة والأخوات النبي عليه الصلاة والسلام سماه الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم اسم الرحيم في القرآن دائما هو صفة لله تبارك وتعالى وهو من أسماء الله الحسنى إلا في موضع واحد وصف به شخصا واحدا فقط لم يوصف به أي مخلوق على الإطلاق إلا رجل واحد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذا النبي الكريم أيها الأحبة أراد لنا الخير في كل شيء كان حريصا لدرجة أنه يعني لا يمكن أن يسمح بأدنى ضرر يمكن أن يصيب المؤمن أو يصيب المؤمن الخمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة شاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وأكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه إلى آخره انظروا الترهيب من خطورة شرب الخمر لماذا؟ لأن هذه المادة لها ضرار جسيمة جدا على كل أعضاء الجسم الجملة العصبية الكبد الدماغ القلب سبعة أنواع أساسية من السرطان يسببها شرب الخمر لذلك النبي كان شديدا جدا في تحريم الخمر تحريم الربا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي يعني تحذيرات كثيرة لماذا أطلقها النبي عليه الصلاة والسلام حرصا علينا بالمؤمنين رؤوف الرحيم يعني هذه الرحمة التي اتصف بها هذا النبي ليست موجودة عند أي نبي يعني الأنبياء كلهم رحماء ولكن هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الأنبياء رحمة لذلك الله قال في حقه ولم يقل في حق أي من البشر أو المخلوقات وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حرم الفاحشة والزنا قال عليه الصلاة والسلام لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا انظروا الآن أيها الأحبة إلا فشى فيهم الطاعون هذا الطاعون الذي نراه اليوم يفشو الإيدز أو بأعديدة فيروسات بكتيريا أسماء عجيبة غريبة آخرها الذي أرهب العالم الذي أسموه كورونا الجديد هو عبارة عن فيروس صغير معلومة يعني حتى لا يعتبر كائن حي يعتبر معلومة فقط عبارة عن شريط وراثي تصوروا أيها الأحبة أن هذا الشريط الوراثي الصغير المسمى كورونا أرعب العالم وهو لا حول له ولا قوة ما الذي جعل هذه الأمراض تنتشر وتفتك بالبشر انتشار الفاحشة اذهبوا إلى دول غير إسلامية لتروا مظاهر الفاحشة يتم الإعلام بها لذلك هذه الأوبئة ستستمر وستظهر أوبئة جديدة وطاعون جديد وأسماء جديدة ما لم ينتهي الناس عن إعلان أو الإعلام بالفاحشة النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته أنه حرم أي شيء فيه ضرر لنا وأباحب الأمر بكل ما ينفعنا يعني مثلا على سبيل المثال رغبنا بالصيام انظروا كم يكتشف العلماء كل يوم هناك أسرار يكتشفونها للصيام رغبنا بالمشي إلى المساجد قال وكثرة الخطى إلى المساجد رغبنا بفعل الخيرات الإنفاق الصدقة رغبنا بالكلمة الطيبة والكلمة الطيبة صدقة حتى الابتسامة لم يغفل عنها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة تصوروا أيها الأحبة اليوم من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على المؤمنين حتى الأشياء الدقيقة جدا مثل تقطقت الأصابع أو فرقعت الأصابع هذه تبين أن لها آثار سلبية أحيانا على المفاصل والعظم والدراسة التي سنتناولها قامت بها جامعة ستانفورد مؤخرا وأثبتت احتمال وجود أضرار ليس كل الناس يتضرر ولكن الإنسان الذي يكثر من طقطقة الأصابع عبر عشرات السنين تتشكل في بين هذه المفاصل فجوات في العظام يمكن أن تؤدي فيما بعد لمشاكل في هذه المفاصل ومشاكل في العظام بشكل عام حتى هذا الأمر الدقيق يعني تصوروا والله أيها الأحبة الإنسان يعجب حتى هذا الأمر الدقيق جدا ورد فيه نهي نبوي من خلال الحديث الذي سأقرأه عليكم أيها الأحبة طبعا عن شعبة مولى بن عباس رضي الله عنه قال صليت إلى جنبي ابن عباس ففقعت أصابعي فلما قضيت الصلاة قال لا أم لك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة هذا الحديث سنده حسن ابن عباس أيها الأحبة وكل الصحابة لا يمكن أن يعطوا أمرا أو نهيا إلا إذا كان لديهم معلومات من النبي عليه الصلاة والسلام يعني الصحابي لا يتصرف من تلقاء نفسه لا يجتهد في أمور لم يرد فيها نص لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطى هذا التوجيه للصحابة وابن عباس نقله لنا عن النهي عن فرقعة الأصابع في الصلاة طبعا لماذا النبي لم يحذر من هذا الأمر هذا السؤال أنا فكرت فيه طويلا لماذا لم يحرم هذا الأمر لأن هذا الأمر أيها الأحبة هو أمر له ضرر ولكن هذا الضرر غير مؤكد فأعطانا توجيها سيدنا ابن عباس أعطانا توجيها على الأقل أثناء الصلاة امتنع أثناء العبادات الخشوع وأنت تقف بين يدي الله امتنع عن هذه العادة التي يعني لا تليق بك كمؤمن وأنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نستشف من خلال هذا الحديث أيها الأحبة أن فرقعة الأصابع يعني غير مرغوب بها يعني ليس لدينا نهي وتحريم مؤكد ولكن نستطيع أن نستنبط أن هذه الفرقعة أمر غير مستحب يعني غير مستحب أثناء الصلاة ويمكن إذا أردنا أن نكون حريصين جدا حتى خارج الصلاة يعني نحن بشكل دائم بين يدي الله الله يراقبنا الله تعالى يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أقرب للإنسان من حبل الوريد تصوروا يا الأحبة وهو معكم أينما كنتم فالله معنا يسمعنا ويرانا ففي كل لحظة أخي الحبيب أنت ينبغي أن تتصور أن الله موجود ويراقبك في كل لحظة في نومك في صلاتك في طعامك في حديثك يعني الآن أنا أتحدث إليكم ينبغي أن أتصور وأقتنع بداخلي أن الله يراني ويسمع كل كلمة أنطق بها في هذه الحالة تجد أن الإنسان يستقيم عندما يشعر ويدرك مراقبة الله سبحانه وتعالى يستقيم سلوكه وكلامه وتصرفاته والمشكلة أن هناك يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون هذا الحديث أيضا ورد في السلسلة الصحيحة أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون ما الذي يجعل هذا العالم يضل ما الذي يجعل هذا الإنسان يضل وينحرف عن طريق الحق عدم الإحساس بمراقبة الله تبارك وتعالى أنت عندما تشعر أن الله يراك في كل لحظة لابد أن كل حياتك تستقيم وتصبح يعني تقدر وتحسب كل كلمة ستنطق بها يصبح لديك ميزان هل أنطق هذه الكلمة أم لا أنطقها الحقيقة أيها الأحبة هذه الدراسة أحببت اليوم أن نتعرف عليها يعني سيدنا بن عباس لماذا نهى عن فرقعة أو تقطقة الأصابع أثناء الصلاة جامعة ستنفورد الأمريكية في دراسة أجرتها عام 2018 تقول عندما تقوم بتقطقة أصابعك فإن حركة المفاصل تشكل ما يشبه الفقاعات الصغيرة فقاعات صغيرة جدا ميكروية هذه الفقاعات تنفجر مولدة صوت الطقطقة الذي نسمعه ولكن في الداخل تحدث انفجارات يعني سبحان الله على المستوى الميكروي المصغر يعني لو نظرنا بالمجهر الإلكتروني ماذا يحدث أثناء تقطقت الأصابع تجد أن الذي يحدث هو انفجارات فقاعات تنفجر بشدة ولكن نحن لا نميز نسمع فقط هذا الصوت طبعا هذا الأمر رصدوه بجهاز المسح براني المغناطيسي MRI ولكن هذا الانفجار للفقاعات يؤدي مع الزمن لظاهرة تسمى التكهف أو النخر ظاهرة التكهف معروفة جيدا لدى علماء ميكانيك السوائل فأنت عندما يكون لديك فقاعة أو مجموعة فقاعات ضمن تيار مائي في أنبوب مثلا وتنفجر هذه الفقاعات فإنها تحدث أثر مدمر في جدران هذا الأنبوب على سبيل المثال يمكن أن يحدث كسر أو تمزق مع الزمن بسبب ظاهرة التكهف فهذا التكهف أين يضرب هنا يضرب المفاصل أيها الأحبة مفاصل الموجودة بين العظام هذه المفاصل طبعا يقولون هناك أجزاء من الفقاعات يعني تنفجر وتحدث نغرا صغيرا في المفصل مع مرور الزمن قد يتشوه شكل المفصل مما يؤدي لحدوث آلام قد تنتهي بالتهاب المفاصل ومشاكل أخرى في العظام طبعا يختلف أثر هذه الظاهرة من شخص لآخر الآن أيها الأحبة يعني والله الإنسان يحتار عندما يطلع على هذه الدراسات العلمية ويطلع على ديننا الحنيف يعني نحن أيها الأحبة لماذا ندعو إلى التمسك بتعاليم الإسلام كطريق للسعادة كطريق للحياة المطمئنة لماذا؟ لأن كل التعاليم التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام بلا استثناء كلها فيها الخير فيها الفائدة بل إنها تتفق مع الدراسات العلمية كل نهي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام مهما كان صغيرا أو كبيرا نجد أن العلماء يكتشفون أسراره اليوم وهذا الأمر عندما يعني أنا كمسلم عندما أقرأ مثل هذا البحث العلمي الصادر عن جامعة ستانفورد وهي جامعة شهيرة ولها مصداقية علمية وأقرأ أن بعض العلماء ينبهون لي بعض أو شيء من مخاطر فرقعت أو تقطقت الأصابع وعندما أعود إلى علمائنا والصحابة رضوان الله عليهم وأجد أن هذه الدراسة العلمية أو هذا التوجيه العلمي الذي يقوله علماء جامعة ستانفورد ورد على لسان أحد الصحابة الكبار سيدورة ابن عباس وورد في موضع الصلاة يعني في موضع عالي جدا أنت في الصلاة تكون في أقرب شيء من الله سبحانه وتعالى وفي أعلى مرتبة أنت فيها في الدنيا أعلى مرتبة هي وأنت تقف بين يدي الخالق تبارك وتعالى فلذلك أيها الأحبة أنا عندما أرى هذا التطابق وأرى أن كل المعلومات وكل التوجيهات التي جاءتني من خلال هذا الدين الحنيف وأرى هذا التطابق العلمي سأصبح أكثر حبا لهذا الدين أكثر اعتزازا بأنني مسلم ولله الحمد سأصبح أكثر طمأنينة وفرحا برحمة الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته